دعا رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنعالة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى القيام بجهود إضافية لمنع تدخلات القوى الخارجية في الصراع الليبي. في لقاء مع بي بي سي لم يذكر صنعالة اسماء الدول التي تتدخل في الصراع. لكنه أشعر إلى أن الوضع يزداد خطورة. أضاف أن ليبيا تقترب من أن تصبح سوريا ثانية بحسب تعبيره. لسوء الحظ، الوضع خطير جدا. أخشى أن ليبيا قد أصبحت ساحة حرب لبلدان أخرى لتخوض حروبها فيها ولكي تمارس ألعابها في بلادنا. أنا قلق فعلا من أن تصبح ليبيا سوريا ثانية. وأعتقد أن هذا خطير للغاية. وهذا خطر داهم يهددنا ويهدد بقية العالم بأسره. ولذلك ندعو إلى تسوية الأزمة في ليبيا.